بعد إصابتها بمرض مناعي أقعدها تماما استطاعت إنجي رفاع البطلة الرياضية السابقة والموظفة الطموحة التغلب على مرضها الذي استمر في مهاجمتها لسنوات الزميل أحمد بقاتو زار إنجي أثناء إحدى حصصها التدريبية وعد لنا هذا التقرير نتابع موسيقى أنا إنجي رفاعي كنت بقاتت سباحة توقعية في ناديه ليابلس وكنت في منتخب مصر موادل ست سنين سفرت البطولات دولية بارة كتير من خمس سنين اتشخصت بمرض مناعي نادر مغير لي حياتي خالص فجأة بقيت واحدة ما بقدرش أعمل حاجة لوحدي مش عارفة أمي السري لوحدي ولا بعرف أكل ولا أشرب تقبلت فكرة إن أنا عيانة مع إني مكنتش متقبلات تماماً يعني طول عمري عايشة بطلة وشخصية أكتف فكنت رفض خالص الفكرة دي قررت إن أنا أرجع للرياضة تاني وأرجع للرياضة بتاعتي الوتر بالي ومن هنا جات لي فكرة إن أنا أصلاً أعمل فريق للمسترز فالموضوع بدأ شهرين ثلاثة لقيته كويس فبدأت من هنا بقى عملت أفشل بقى الموضوع وأعملت بيج ولوجو وكل حاجة أنا حسيت إن الفكرة دي حتفيدها جداً وتفيدني أنا كمان جداً خصوصاً في المرحلة دي بدأت يلا بينا لو في حاجة عايزين نشتريها يلا ننزل نشتريها مش مهم عدد الناس اللي حتتمرني معاهم أو اللي أنت حتمرنيهم حتى لو بنت واحدة أنا معتبرش خفيت بس يمكن نفسياً اتحسنت لما لقي حاجة بحبها قوي بعملها بباشن وبالدراسة وبطعمك أكتر وفكرة إن أنا عارفة أساعد الناس دي أكتر حاجة حساها بساعديني حساً ده بارت أساسي قوي من علاجي اتقالي أصلاً إن أنا يعني أفضل ماشي على الأدوية لأنا بخودها وموفكرش إن أنا أصلاً أحمل ولا أفكر في الموضوع ده لإنه مش هيحصل ومش هينفع يعني ربنا كريم قوي 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 كتأول هدية بالنسبة لما عرفت إن أنا حامل أصلاً في بنتي وطبعاً كان من ده كاترة برضو إن فيه ريسك جامد قوي إن أنا أكمل الحمله وحنفضل كل شهر بشهره كنت أول ما أبتدي أحسني أحسن وبتدي أطمراً شوية الجسمي يبتدي يقوى شوية يجي لي أتاك قاعد سبوعين مش عرف أتحرك أبتدي مستفرة تاني أحس تاني عضلاتي ضيعفت أبتدي تاني ببقى واحدة كأني لسه مولودة مش عرف أعمل أي حاجة مش عرف أعمل أي حاجة لواحد خاص يعني جسمي ما تحركش في الأول كنت ببقى لأ يعني طبعاً محبطة جداً جداً وببقى تعبايا نفسياً جداً بس بقيت خلاص بكي بوصلها إنها هتعدي وبقيت بشوف طرق مختلفة إن أنا أعديها بيها بقيت بقرب أنا مع نفسي بقى اشتركوا في القناة